اشتركوا في القناة اخوذوا كلامي على محمد الجد وكونوا في مستوى المسؤولية وعرفوا أن مصيركم بنيديك لأن مقاعد يصير في السيب اليوم هو انحراف المسار الطبيعي لمؤسسة صناعية لديها من القدرات ولديها من الامكانات بيكون شركة ناجحة ومربحة ونبسها لها من أحسن مؤسسة في تونس وهو الإعلام يصور ويسجد وسجدوا عليه أكلامي أنه أمرنا ولا كنا مخربين أمرنا ولا كنا دعاة فوضى أمرنا ولا كنا نحب الشر التونس ما هي لستيب جزء من تونس استيب حرام اللي يصير فيها يا ناس اليوم وقفنا وقفة تاريخية بيش نحملوا المسؤولية لسلطة الإشراف في المقام الأول لأنها هي الرعية وهي الضامنة وهي المسؤولة على كل ما يحدث في البلاد هذه أمنكم ورزقكم وصحتكم وتعليمكم كل مسؤولية الدولة مش مسؤولة أي طرف عن هائتهم وتعبهم وشقاهم هو اللي تخليهم يدافع للشركة بكل جوادهم وكل قوة جمالة افك جمالة افك اتن يوم افك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة